تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار الصحية والبداية من صحيفة الغد الأردنية التي نقرأ منها دراسة دخان التبغ يمنع التئام الجروح جاء في تفاصيل الخبر كشف دراسة بريطانية حديثة أن دخان التبغ يمنع التئام الجروح في حين أن دخان السجائر الإلكترونية ليس له أي تأثير وعز الباحثون السبب إلى المواد الكيميائية الموجودة في دخان السجائر وكانت بحث سابقة أظهرت أن دخان السجائر الإلكترونية أقل سمية وأكثر أمانا من السجائر العادية واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة القبس الكويتي الكافاين يسهم بإنقاص الوزن توصل علماء صينيون لنتائج تبين أن مادة الكافاين الموجودة في القهوة تؤثر على الشهية وتسهم بإنقاص الوزن وخلصت نتائج الدراسة إلى أن الكافاين يلعب دورا في زيادة إفراز هرمون الأكسيتوسين الذي يؤثر على الحالة النفسية للإنسان ويلعب دورا في عمليات تنظيم الطاقة الناجمة عن التمثيل الغذائي وبالتالي يلعب دورا مهما في التحكم بوزن الجسم صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم الأطفال الذين يعانون من الربو أكثر عرضة لتطور قصور القلب كشف دراسة طبية حديثة أن الأطفال الذين يعانون من الربو أكثر عرضة لتطور قصور القلب وقال الباحثون إن أمراض الجهاز التنفسي تؤدي إلى سماكة البطين الأيسر والتي يمكن أن تسبب إنقاص مرونة عضلة القلب وفشل في ضخ الدم في نهاية المطاف وهذه هي الدراسة الأولى التي تربط بين الربو من الطفولة وأمراض القلب وختام جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة البيان الإماراتية ولا تزيل خيوط الموز لهذه الأسباب أكد طبيب أمريكي مختص بشؤون التغذية أن الخيوط الموجودة في ثمرة الموز تساعد على نشر العناصر الغذائية في فاكهة الموز لكي يستفيد بالتالي منها كل من يتناولها وضف الأطباء أن الخيوط التي تسمى فلوم غنية بالألياف لربما أكثر من الموزة الكاملة ويقول خبراء إنه من الممكن تعديل الموز جينيا للتخلص من تلك الخيوط إلا أن الموضوع يتطلب أبحاثا مكتفة